شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بتخرج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية وفي كلمته خلال الاحتفال قال الرئيس السيسي إن مصر تقف على أرض صلبة وقادرة على تخطي كافة التحديات وعبور الأزمات بفضل الأمن والاستقرار في البلاد بفضل من الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله سنعبرها بخير وسلام وأتصور نحن كلنا متابعين كل المصاعب الموجودة مش عندنا في بلدنا بس في الدنيا كلها لكن زي ما قلت كده الأزمة بتاعة كورونا الاستمرت سنتين تقريبا عبرت بسلام بأثارها يعني لكن عبرت بفضل الله سبحانه وتعالى والنهاردة إحنا موجودين بنقول خلاص يعني إحنا نقدر نقول إن الموضوع ده يعني أثاره بقيت يمكن التعايش معه برضو الأزمة اللي إحنا موجودين فيه هدية حتى لو كانت لها أثار صعبة علينا دلوقتي لكن أزمة هتنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى اللي يبقى تبقى الأوطان اللي يبقى تبقى الأوطان تبقى البلاد يبقى الاستقرار يبقى الأمان يبقى السلام